أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم تاب فتاب الله عليه هل يتعارض هذا في الواجب على أن من قتل نفسا يجب عليه أنه يمكن نفسه من أولياء الدم ذكر الإمام بن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره أن القتل العمد يتعلق به ثلاثة سقوك حق لله فهذا يسقط بالتوبة إذا تاب إلى الله وحق لأولياء القتيل وهذا يسقط إما بعفهم وإما باكتصاصهم منه أو إعطائهم الدية وحق للمقتول وهذا يبقى عليه يبقى عليه حق المقتول إلى أن يبعث يوم القيامة ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى